اشتركوا في القناة وضع البخور والزيت الفاخر معا من اجل انفك وضع اكاليل اللوتس والزهور على صدرك بينما زوجتك الرقيقة في قلبك جالسة الى جوارك فلتكن الاغاني والرقص امامك واطرح الهموم خلفك لا تتذكر سوى الفرح الى ان يحل يوم الرسو في الارض التي تحب الصمت اعتبر المصريين القدماء عيد شم النسيم ده بعث جديد للحياة كل سنة عام او وقت بتتجدد فيه الكائنات وبتزدهر فيه الطبيعة بكل ما فيها واعتبروا العام ده اليوم ده بداية سنة جديدة زي ما بيقول كده سنة مزرعية غير زرعية ويستهلوا بالعيد ده بداية نشطهم لعام جديد وسموا ده عيد شم النسيم الحقيقة شم النسيم خد طابع احتفال شعبي جدا من عصور قديمة سجلها المصر القديم في نخشه على الجدران بتاعت المقابر بتاعته عشان يخلت ذكرى نشطه في اليوم ده اليوم ده الحقيقة كان الناس بتخرج فيه جماعات وافراد الى الحدائق والحقول للتريد وللاستمتاع بالظهور او باللون الاخدر على الارض وكانوا ما بيخرجوش كده كانوا بيخرجوا شايلين معهم اصناف من الطعام والشراب الي ارتبطت بالمناسبة دي من غيرها يعني هي المناسبة دي بس خلينا نشوف المصريين المحدثين وهم بيكرروا نفس القصة اشتركوا في القناة طاقس الحقيقة بيحتفل بي المصريين من الاف السنين بنفس الطريقة وبنفس حتى الادوات المصري القديم من الفين وسبعمائة سنة كان بيع من نفس القصة وزي المصريين النهاردة ما عملوا كان المصري القديم حريص جدا على ان قائمة طعامه في يوم شم النسيم على لقسها عدد من الاطعمة اللي الحقيقة ما كانش اختيارها مجرد صدفة او عشوائي لا كل طعام كان بيختاروا للقصة دي للاحتفال ده كان له مدلول ديني وفكري وكان مرتبط بعقدته خلال الاحتفال ده خلينا ناخد الاطعمة اللي خدوها المصريين النهاردة معاهم في الخروج للاحتفال بشم النسيم زي ما خدوها اجيالهم عبر الاف السنين البيض والسمك المملح اللي اسمه الفسيخ والبصل والخص والحمص الاخدر او الملانة كل واحد من دول له رمز عند الفرعوني كان الفرعوني بيبص على البيضة انها رمز التجدد وبداية خلق جديد في العقيدة الدينية المصرية وان البيضة هي منشأ الحياة وقناة خروج اجيال من الكائنات واصل كل خلق وبينسب الى الاله الفرعوني بتاح انه خالق البيضة اللي بتخرج او اخرجت الشمس بحسب العقيدة المصرية القديمة فكانت البيضة رمز للشمس المتجددة كل يوم ومبعث الحياة كلها وكان المصر القديم زي المصر الجديد اللي بيقعد يلون البيض كان المصر القديم بيكتب على البيضة امنياته الخاصة ويحطها في سلة مصنوعة من زعف النخيل عشان الاله حسب اعتقاده لما يحظى او الشمس تشرق الاله يبص على او النور بتاع الاله المتجسد في الشمس يبقى باصص على امنيته على البيضة في عيوم العيد كل سنة السمك المملح اللي خدوه المصريين نهارده برضو لوم ادلول عند المصر القديم لانه بدأ مع تغديس نهر الفرعوني لنهر النيل اللي اطلق عليه اسم حابي بدءا من الاسرة تقريبا الاسرة الخامسة برع المصريين الحقيقة في صناعة السمك المملح وكان عندهم ورش خاصة لصناعة الاسماك الفسيخ يعني وده موجود على اكتر من مقبرة منها مقبرة واحد اسمه رخ مي رعا في عهد الاسرة تقريبا التمنتاشر وبرضو على بردية بتاعته واحد اسمه ايبرس اه في طيبة غالبا او كانت في طيبة بيقشير الان السمك المملح ده بيوصف للوقاية والعلاج من امراض حم الربيع وضربات الشمس المصريين النهاردة خدوا معهم البصل اللي خدوا معهم الاف الاجيال والبصل كان بيطلق عليه الفرعوني اسم بصر تقريبا وخلال الاحتفال بعيد شام النسيم اه بدأت القصة دي اعتبارا من الاسرة السادسة وكان مرتبط بسطورة قديمة بتتحدث عن فيه امير صغير كان عنده مرض صعب جدا والاطباء عجزوا عن علاجه لكن البصل كان سبب في علاج الامير الصغير بعدما الامير حط البصل ده تحت المخدة بتاعته واستنشقوا البصل رئة البصل مع شروق الشمس وشوفي تماما وبالصدفة البحثة زي ما الاسطورة بتقول كان ده لما شوفي يعني كان يوافق عيد شام النسيم فكتب له الشفاء واصبح ده تقليد حافظ عليه المصريين لحد دلوقتي المصريين منسوش معاهم النهاردة في جنينة الحيوانات اللي ضمت في الساعات الاولى اتنين وسبعين الف زائر فحوالي تلاتين فدان النهاردة جنينة الحيوانات في الجيزة استقبلت في الساعات الاولى اتنين وسبعين الف زائر وهي تقريبا حاجة وتلاتين فدان وانشأت في التلاتينات برضو يعني على الساعة خمسة والساعة ربعة ربما يكون العدد وصل لمية وخمسين الف اغلب المصريين اللي خرجوا لجنينة الحيوانات او للحدائق والمنتنزهات دي كان معهم الخاص والخاص الحقيقة له دلالة رمزية وعقائدية تانية ومرتبط هو بإله اسم الإله من وهو إله الخصوبة والتناسل عند الفرعنة ولو دخلت معبد الكارنك هتشوف على معبد الكارنك في أحد الأعمدة رسم جداري للإله من ده إله الخصوبة وبيقولوا الفرعنة كانوا بيعتقدوا أن التناول الخاص بيتاخد كعلاج لأمراض الجهاز الهضمي أما الملانة أو الحمس الأغدر المعروف في الدلتة باسم الملانة أرفته العصور للدولة القديمة وأطلق عليه المصريون اسم حوربك وكان بيحمل دلالة عقيدية على تجديد الحياة عند المصري لأن ثمرة بتاعة الحمس نفسه لما تمتلق وتنضج بترمز عنده بقدوم فترة الربيع أو فصل التجدد وازدهار الحياة شم النسيم بيعتبر الاحتفال الوحيد عند الفرعنة اللي جمع المصريين كلهم بمختلف عقائدهم الدينية مسيحي مسلم بيعبد من بيعبد إله راع بيعبد الحقيقة حرص المصري طول تاريخه على أنه ما يلبس الاحتفال ده لبس ديني على الإطلاق في مشهة تاريخي في مصر حقيقة بيحط تصورات ذهنية غابت عن ذهنين الأيام زي بيقولوا أن الأرض بتاعة مصر هي مركز للحياة لكل حياة زي ما الفرعوني كان بيعتقد حياة الآلهة وحياة البشر كل الشيء بينطلق كما اعتقد المصر القديم من على هذه الأرض إلى الكون كله زي ما عمل المصر القديم عمل المصر الجديد برضو وخرج إلى المتنزهات زي ما هنشوف كده ووقف قدام توابير محلات الفسيخ يعني أو الورش الحديثة اللي بتصنع الفسيخ كما كان يصنعها أجداده زي ما هنشوف كده دي توابير ده شاهين بتاع السيدة زينب ده أنا عارف ده هات شاهين هو ده شاهين بتاع السيدة زينب ده أشهر واحد بيبيع فسيخ في مصر والحقيقة شاهين ده فعلا طول السنة فاضي بس الحقيقة لما بيجي شام النسيم شاهين ده بيبقى فيش مكان توقف على رجلك فيه ده مشاهد لي الفسيخ أو ليه التوابير بتاع المصريين وهي في انتظار الفسيخ والحاجات دي أو السمك المملح